نبذة عن كتاب شرح نظام الإثبات الجديد تعتبر طرق الإثبات الركيزة الأساسية في إثبات الحقوق في القضايا وهي التي يبني عليها القضاء والجديد في نظام الإثبات السعودي لعام 1443 هجرياً الذي جاء لينظم ويرتب استخدام هذه الوسائل والأدلة في التعاملات المدنية والتجارية بحيث يكون النظام مرجعاً للأفراد والمنشآت ومرجعاً كذلك للمحاكم والقضاة في ترتيب أولويات وسائل الإثبات وكيفية استخدامها ومدى حاجية كل منها ومن أهم الأمور التي أصبح فيها تنظيم هي شهادة الشهود وحدود ممارستها كما أن من أهم الأمور التي نظمتها مواد نظام الإثبات هي عقوبة من ينكر ورقة محررة أو يدعي تزويرها ثم يتم اكتشاف أنها فعلاً محررة من طرفه أن من أهم الأمور التي نظمتها مواد نظام الإثبات هي عقوبة من ينكر ورقة محررة أو يدعي تزويرها ثم يتم اكتشاف أنها فعلاً محررة من طرفه حيث فرض نظام الإثبات على من يدعي التزوير على مستند ثم يظهر أنه حقيقي وليس مزوراً عقوبة تم تحديدها بغرامة مالية لا تتجاوز عشر آلاف ريال مع احتفاظ ذوي الشأن بالحق في المطالبة بالتعويض عن كيدية للدعاء بالتزوير وإنكار الورقة المحررة والجديد في نظام الإثبات هو الاعتراف بشكل واضح بالأدلة الرقمية ووصفها بأنها كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو يتم تسلمها أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها وقد حدد النظام أشكالاً للأدلة الرقمية على سبيل المثال وليس الحصر ومنها السجل الرقمي والمحرر الرقمي والتوقيع الرقمي والمراسلات الرقمية ووسائل الاتصال والوسائط الرقمية أو أي دليل رقمي آخر الأمر الذي سيجعل الاعتراف باء الإيميلات والاجتماعات المصورة والعقود الإلكترونية والتوقيع